السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هعمل معيكم السمن البلدي هعملها معيكم طبعا من مكونات البيت طبعا انا كنت منزلة قبل كده فيديو ازاي بخرج اكبر كمية اشطة من اللبن والطريقة بتاعته بصراحة جميلة جدا بتساعدني ان انا اجمع اكبر كمية من الاشطة ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع تجميع الاشطة تحت في صندوق الوصف ودي طبعا جزء من اكياس الاشطة اللي انا شايلها في الفريزر انا عندي كمية اكتر من كده بس انا حبيت اوريلكم جزء اهو انا طبعا هي كانت في الفريزر بيتتها تحت في التلاجة لحد ما بقت طرية خالص وفكت من التلج طبعا ما ينفعش نشتغل فيها وهي لست متلجة لازم نسيبها لحد ما تفك خالص من التلج وبتكون طرية معنا هبتدي بقى افتح اول كيسة وحبتدي افضيها معيكم انا بشيلها بصراحة في اكياس في الفريزر علشان ما تاخدش معي كمية يعني مساحة كبيرة في الفريزر اهو بصوا اول كيس هيدا قولكم الاكياس دي كبيرة شايفين بقى الاشطة بتاعتنا طرية ازاي وانا بشيلها في الفريزر مش بحط عليها ملح ولا اي حاجة علشان انا ساعات بستخدم الاشطة دي في الحلويات اهو انا بقى حفضي بقية الكمية وبعد كده حرجع اوريها لكم تاني وبعد ما فضيت كده جزء من كمية الاشطة محضرة معي هنا شوية ملح طبعا انا بحط الملح علشان الملح بيخلي الاشطة تنزل المية اللي فيها او تنزل الشرش بتاعها بسرعة هحط بقى الملح اهو وحقلب فيها بقى انا بس هقلب الملح بالسباتولا بعد كده هستخدم المضرب الكهربائي طبعا انا معي كمية كبيرة فانا هخد السمنة او هبتدي اقلب السمنة بالمضرب الكهربائي علشان يطلع المية بتاعته اهو هبتدي بقى اضرب فيها كويس ممكن برضو نعملها بادينا بس بصراحة المضرب الكهربائي بيسهل علي كتير جدا والملح برضو بيساعد الاشطة ان هي تنزل المية بتاعتها او تنزل الشرش اللي بيكون فيها عايز اقول لكم بصوا ابتديت بقى تنزل المية بتاعتها اهي انا هكمل بقى ضربها عشان هي بصراحة بتاخد وقت شوية معي برضو حرجع اوارها لكم انا فضيتها في حلة كبيرة علشان تاخد كل الكمية اللي معاية ودي بقى كمية الشرش اللي ندرت من الاشطة اهو شايفينها انا كنت بضربها طبعا بالمضرب الكهربائي نقلتها بس في الحلة الكبيرة عشان الكمية بتاعتي كانت كبيرة فكنت عايزة اعملها كلها مع بعض دلوقتي بقى هصفي الاشطة او الشرش اللي نزل منها طبعا انا مش حرمي الشرش دوت انا هحطه في كيسة ممكن ابقى اعمل به قرص عجينة القرص بيتبقى جميلة جدا اه انا دلوقتي بقى هبتدي اه نظف الحلة بتاعتي عشان هبتدي احطها على النار وبرضو هوريكم طريق التسويت استمنى خطوة بخطوة انا اهو حطيت الحلة على النار وحعلي النار عليها خالص لحد ما تسيح وزي ما انتم شايفين اهي ابتدت بقى تسيح معي شايفين منظرها ودي اول مرحلة للاشطة وهي بتسيح وبعد ما حتسيح كلها او حتغلي الاشطة معي حبتدي اوطي النار خالص علشان الاشطة ما تتحرقش وتخلي الطعم السامنة يكون مش مظبوط وقادي بقى الاشطة بتاعتي بعد مساحة خالص وغلية وانا دلوقتي هديت النار عليها حبيت بس برضو اوريكم منظرها اهو بصوا شكلها بيبقى عامل شبه اللبن اللي هو بيقطع اهو بالمنظر ده انا بس حبيت اوري لكم شكله اهو دي بقى تاني كده مرحلة من تصوية السامنة ودي بقى المرحلة التالتة شايفين بقى الاشطة بتاعتي ابتدت تاخد اللون الاصفر اللي هو لون السامنة طبعا انا مش هشيل اي حاجة منها على الوش مش هشيل اللي هو الحاجة البيضة او الريم الابيض دوت ده بيبقى سامنة واحنا طبعا في الاخر بنصفيها فما نشيلش اي حاجة منها كل دي سامنة وده بقى المرحلة الاخيرة اللي السامنة خلاص كده هي ساحة معية ودي طبعا المرتا اهو زي ما انتم شايفين شكلها انا بقى خلاص حطفي عليها وحسيبها بقى لحد ما تبرد علشان ابتدي اعب بيها في البرتمانات اللي عندي اهو شايفين شكلها جميل جدا وحاكد عليكم تاني معلومة ان احنا واحنا بنعبي السامنة لازم نصفيها بمصفة تكون ديقة المصافي اللي هي الصغيرة اللي هي مصفة الشاي نصفيها كويس عشان ما يبقاش فيها اي نوع من المرتا ودي بقى السامنة بتاعتي بعد ما عبتها عايز اقول لكم رحتها جميلة جدا وعملتها طبعا من انكانيات البيت اهو شايفين بقى منظر السامنة طبعا هي لسه سايحة انا هدخلها برضو ال تلاجة وحرجع اوارها لكم تاني اهو منظرها جميل ودي بقى المرتا اللي انا طلعتها طبعا انا حطيت عليها ملح وانا بضربها حطيت على الاشطة ملح فمش هديف ملح تاني لو حابين بقى تديفوا عليها مش او جبنة قديمة دي حاجة ترجع لكم انتم اه بصراحة طريقة السامنة دي انا متعلميها من مامتي بطريقة طريقة مضمونة جدا بتعودين نعملها على طول شايفين بقى منظر السامنة عامل ازاي الكمية دي طبعا كبيرة انا طبعا بعملها عشان تجهيزات رمضان كل سنة وانتم طيبين بستخدمها بقى في الحلويات وبصراحة اكتر حاجة بحبها هي الكنافة بحب اعمل الكنافة بالسامنة الفلاحي بتبقى طعمها جميل جدا نستخدمها في حلويات رمضان بقى وفي الاكل بتاع رمضان وبرضو عملنا في البيت واستخدمنا كل الامكانيات بتاعتنا يعني استخدمنا اللبن وطلعنا منه الاشطا ومن الاشطا عملنا الثامنة الفلاحي وذي ما احنا معارفين سعر الثامنة الفلاحي غالي جدا فاحنا بقى نعمله في البيت ونوفر من امكانيات البيت بتاعتنا هيوفر عينة كتير طبعا وضمين النظافة واحنا عملينها طبعا في البيت ب shoulders وده بقى منظر الثامنة بعد ما بيته في التلاجة. اهو بصوا حواريكم ان هي ازاي مرملة وجميلة. ورحتها جميلة جدا. اهو يا رب بس يكون المنظر باين. حواريكم برضو حتة تانية. اهي شكلها حلوة جدا ومرملة وجميلة. انا طبعا بشيلها في التلاجة. وممكن العلبة اللي هي البلاستيك دي اغطيها واحطها في الفريزر. عادي مش مش هيجرالها حاجة لو شنها في التلاجة او في الفريزر لو عامنين كمية كبيرة. ودي بقى وصفة الثامنة الفلاحي. يارب بتكون عجبتكم. وما تنسوش اللي شوف الفيديو يعجبه. ياريت يدوس لايك. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل جرس التنبيهات. علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها. ويارب بتكون الوصفة عجبتكم. اشتركوا في القناة.